من جهة ثانية جدد رؤساء الكنائس في المدينة المقدسة دعوتهم للتهديئة الفورية في الأراضي الفلسطينية وأصدروا بيانا جاء فيه إننا بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس نشعروا بالحزن إزاء التصعيد الأخير لدائرة العنف في الأرض المقدسة وأشار البيان إلى أن هذه التطورات المؤلمة تستدعي تهديئتان فورية للتوترات القائمة وإيجاد حل نهائيا للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لقرارات الشرعية الدولية وأضاف رؤساء الكنائس في القدس أننا مع كل أصحاب النيات الحسنة نصلي إلى الرب من أجل السلام والعدالة في أرضنا المقدسة حيث يعاني الجميع بسبب هذا الصراع الطويل والأليم